ينضم إلينا من مدينة أوتاوى بكندا السيد زهير الشعر كاتب والباحث السياسي الفلسطيني مرحبا بك سيد زهير هل تعتقد سيد زهير إذن في خضم هذه الحالة التي تتصف بالجنون حربيا في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال بأنه قد يكون هناك فرصة للتهدئة ولعمل هدنة أخرى في الأيام القادمة خاصة مع الجهود المصرية القطرية الأمريكية يعني هو وصف الحرب المجنونة لربما يكون قليل جدا على هذه الحرب الهمجية والدموية وغير المسبوقة بحق المدنيين الفلسطينيين ولكن يبقى الأمل موجودا عندما تشتد أو تحافظ على قوتها الجهود التي يبدلها جميع الأطراف وعلى رأسهم الطرف المصري وطرف القطري وذلك برعاية أمريكية حيث أن جميع الأطراف تدرك بأنه لا بد من وقف نزيف الدم الموجود وبالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية تجد بأنه أيضا لها مصلحة بوقف إطلاق النار على الأقل أو تمديد أو عمل هدنة إنسانية حتى تستطيع أن تخرج الرعاية أو المختطفين أو الرهائن لدى حركة حماس ولدى الفصائل الفلسطينية وبالتالي كل ينظر إلى الأمر حسب ما يراه على الأرض بالطبع بالنسبة لمصر وقطر تحرصان على عدم استمرار نزيف الدم الذي ينجم عن هذا العدوان الهمجي نعم ونتيجة لنزيف الدم هذا صحيفة والستريت جونرل سيد زهير نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الضغط الدولي وحجم الضحايا قد يكبران الجانب الإسرائيلي لإيقاف هذه الحرب على مطلع العام المقبل هل تعتقد بهذا الأمر؟ يعني لربما أن الضغطات الدولية تساهم في ذلك ولكن أيضا إسرائيل لدي حسابات في هذا الأمر خاصة أن الجامعات والحياة يعني متطلبات الحياة داخل إسرائيل تطلب استقرارا أمنيا داخل إسرائيل هذا من جهة وأيضا الضغطات الداخلية هي التي لها الأثر الأكبر على الحكومة المتطرفة التي يرأسها نتنياهو والمتطرفين معه في هذه الحكومة لذلك في تقديري أن الضغطات الداخلية من أهالي المختطفين يعني بالأمس لاحظنا عشرات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين يضغطون على حكومة نتنياهو إلى جانب أيضا الضغطات الدولية التي بدأ بالأمس كان هناك تصريحات هامة للرئيس الفرنسي ماكرون إمانويل وأيضا إلى نائبة الرئيس الأمريكي نعم وعلى ذكر نائبة الرئيس نعم نعم هذه اللاءات وهي خمسة وليست أربعة لما أعتقد سيد زهير لا للتهجير القاسري للشعب الفلسطيني ولا لإعادة احتلال غزة أو حصارها لا لتقليص الأراضي الفلسطينية ولا استخدام لغزة أيضا كمنصة إرهاب هذه اللاءات والتصريحات الأمريكية والتصريحات التي يروج لها عبر وسائل الإعلام لماذا لا تتصق مع ما يحدث على أرض الواقع؟ سؤال هام جدا هذا حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم بعدة ألسنة هذا اللسان الدبلوماسي التي عبرت عنه نائبة الرئيس الأمريكي كان واضحا وكان صارما ولكن جاء ما بعده وأيضا ما قبله كان هناك إشارات ضوء أخضر لإسرائيل لكي تنجز هذه المهمة بأسرع وقت ممكن وهو كان على لسان وزير الخارجية الأمريكي ولكن أعطوا صقف معين أو ساحة معينة تستطيع أن تتحرك فيها إسرائيل ولذلك إسرائيل تمارس هذه القوة الآن ولربما تكون أكثر شراسة من الشهر الذي مضى لأنها تدرك أن الوقت يمر وأن هناك ردود فعل دولية غاضبة وأن هناك رأي عام دولي وأن هناك رد فعل في الساحة الداخلية ولذلك تريد أن تنهي هذه الحرب في عدة أسابيع قبل بداية العام بالفعل ولكن اللآت الأربعة أو اللآت الخمسة كما تفضلت بذكرها هي كانت صارمة وبالتالي اليوم عبر أيضا جون كيربي في هذا السياق بأن هناك تغييرا بشكل الحالة الفلسطينية مما يعني أن هناك ترتيبات معينة تعمل على ترتيبها الولايات المتحدة الأمريكية ولن تقبل لإسرائيل بتجاوزها ومنها تطبيق هذه اللآت الأربعة أو الخمسة ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل أو العربدة الإسرائيلية أو التصرفات الإسرائيلية أيضا لم تبقي أملا أمام المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وبالتالي الخشية ليس من الهجرة القصرية أو التهجير القصري وإنما أصبحت الخشية الآن من عملية التهجير الطوعي وبالتالي هنا تكمن المشكلة وهذا ما تعمل عليه إسرائيل تختبئ وراء الأمور الدفع ربما تراهن على هذا حتى وإن كان من المستبعد أن يحدث يعني السيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي قال خلال كلمة ألقاها في منتادا ريجن للدفاع الوطني في كاليفورنيا قال بأن إسرائيل أو هذا النوع من القتال يكون فيه السكان المدنيون هم مركز الثقل وقال بأن إسرائيل تعتبر إلى الآن أو جيش الإسرائيلي لم يكسب المعركة ضد حماس رغم كل الضحايا التي تسقط يوميا وبأن القوات الإسرائيلية لم تتمكن إلا من قتل المدنيين هل تعتقد بأن هذا مؤشر بالفعل على قرب انتهاء الحرب السؤال أيضا يعني كيف يمكن الحكم على هذه الحرب إذا ما كانت نتيجة هذه الحرب إذا ما كانت قوات الاحتلال قد فازت بالفعل في تحقيق أي نتائج إيجابية لها أو تحقيق أهدافها أم أنها لم تستطع أن تصل إلى شيء سوى الدمار يعني تصريحات وزير الدفاع الأمريكي هذه هامة جدا حقيقة خاصة أن فيها إشارة قوية جدا تنسجم ما عبر عنه الرئيس الفرنسي بالأمس بأن القضاء على البصائل الفلسطينية والقضاء على حركة حماس سيستغرق عشر سنوات وبالتالي هذا يأتي في نفس السياق بأن إسرائيل إلى أين ذاهبة نعم المواطنين المدنيين هم مركز الثقل في أي معركة على الأرض وبالتالي من يدفع الثمن عمليا هو المدنيين إسرائيل لم تحقق أي شيء من ناحية العسكرية على الأرض من ناحية إنهاء قوة الفصائل الفلسطينية تقريبا الأمور لازلت المقاومة الفلسطينية فاعلة على الأرض وسمعنا عدة تصريحات اليوم بأن هناك اشتباكات شرسة جدا وحتى يعني ضارية اشتباكات ضارية في كل من منطقة خانونس منطقة موراج الباصلة ما بين رفح وخانونس وأيضا في منطقة الشمال يعني عبرت البصائل الفلسطينية عن طردها لـ 70% من القوة الموجودة في تلك المنطقة إلى أيضا تحميل الجيش الاحتلال الإسرائيلي يعني تقريبا خسائر فادحة في الأرواح بين جنوده ما يعبروا عن تقريبا ستين جندي فقدوا حياتهم في هذه المعركة وبالتالي على المستوى العسكري طالما أن المقاومة لا زالت فاعلة ولا زال هناك عملية ردع من هذه الفصائل أو لا زالت فاعلة إنجاز التعبير نستطيع أن نقول أن إسرائيل لم تحقق أي انتصار على الأرض وهذا ما يبدو واضحا إسرائيل لم يعني عملية القصف الدموي للمواطنين وتدمير المباني بهذا الشكل لا تعد انتصارا إذن سيد زهير نعم ولا تعد انتصارا بأي بعد من الأبعاد العسكرية بكل تأكيد وأنما الانتصار هو شيء آخر تحرزه القوات العسكرية دائما على الأرض وهذا ما لم تحققه إسرائيل حتى اللحظة نعم شكرا جزيلا لك سيد زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني كنت معي من أتاوى شكرا جزيلا لكم